السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الاول الاعدادي معاكم ميس رندا حسن والنهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض مسائل متنوعة على الكسافة تابعونا المسائل هنزلها بالترتيب بقود تدرج الصعوبة بتاعتها يعني هنبدأ بمسائل بسيطة في الاول عشان نعرف القانون كويس جدا جدا وزي اعرفها طبوا وبعد كده هنتدرج ونبدأ ناخد مسائل أصعب شوية وفيها تفكير أكتر وحبه ان انا افكركم تعملوا اشتراك في القناة وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد لو في اي سؤال سبهولي في الكومنتيس وانا هرد عليكم يلا بينا اول سؤال بيقول لي احسب كسافة جسم كتلته 82 جرام وحجمه 100 سنتيمتر مكعب احنا عندنا اسلوب سهل جدا جدا في حال المسائل ان انا اول حاجة بقرأ المسألة كويس جدا وابدأ ان انا الخصها وبعدين اتأكد من وحدات القياس مظبوطة ولا لأ بعد كده اكتب القانون الاصلي وبعدين ابدأ ان انا احل تعالوا نقراها كده احسب كسافة جسم يبقى هو عايز الكسافة يبقى انا اكتب لنفسي كده والخص المطلوب جسم كتلته 82 جرام يبقى اذا الكتلة 82 جرام والحجم 100 سنتيمتر مكعب يبقى اذا حه بيساو 100 سنتيمتر مكعب يبقى انا كده لخصت المسألة واشوفوا حدات القياس مظبوطة ولا لأ علشان اتأكد ان التلخيص بتاعي مظبوط الكتلة بالجرام مظبوط الحجم بالسنتيمتر المكعب برضو مظبوط يبقى اذا الكسافة هاجبها بالجرام لكل سنتيمتر مكعب ابدأ بها اسأل نفسي يا ترى السؤال ده والمسألة دي على انهي قانون وبيقول لي احسب كسافة اه يبقى اذا القانون هو قانون الكسافة الكسافة بتساوي الكتلة على الحجم يبقى اكتب كده القانون كامل علشان اخد الدرجة بتاعته كاملة يبقى الكسافة بتساوي الكتلة على الحجم وعمل المسلس بتاعي ده يبقى الكسافة اللي يأثه بتساوي كاف على ح ليه بعمل المسلس عشان يسهل علي المسألة ويسهل علي الحل لو انا عايز الكسافة بحط ايدي على الكسافة يبقى ساوي الكتلة على حجم طب لو انا عايز الحجم يبقى اقسم الكتلة على كسافة طب لو انا عايز الكتلة يبقى هاضرة بكسافة في حجم هنا طبعا مسألة سهلة جدا جدا وعايز الكسافة مباشرة يبقى اصلا الكسافة هتساوي الكتلة على الحجم الكتلة كانت كام 82 جرام والحجم 200 سنتيمتر مكعب يبقى هتساوي 82 عالمية هتساوي 82 من 100 جرام لكل سنتيمتر مكعب بالنسبة المسألة الأولى خلاص كده خلصت مسألة سهلة جدا ومباشرة تب تعالوا نشوف المسألة التانية إذا علمت أن كسافة الزئبك 13.6 جرام لكل سنتيمتر مكعب احسب كتلة كمية منه حجمها 50 سنتيمتر مكعب تب تعالوا نلخص المسألة أي كسافة الزئبك 13.6 جرام لكل سنتيمتر مكعب يبقى تلخيز الكسافة 13.6 جرام لكل سنتيمتر مكعب وخلي بالي وحدة قياس الكسافة جرام لكل سنتيمتر مكعب وقال لي حجمها 50 سنتيمتر مكعب يبقى إذا الحجم 50 سنتيمتر مكعب احسب الكتلة يبقى هنا عايز الكتلة أسأل نفسي تاني القانون ده أو المسألة دي على أنهي قانون قانون الكسافة تمام يبقى إذا الكسافة هتساوي الكتلة على الحجم وعمل المسلس كثه يساوي كاف على ح طب هو عايز إيه؟ عايز كاف يبقى إيه دي على كاف جده بس إن كاف بيساوي ثافحة يبقى الكتلة هتساوي الكسافة في الحجم أكتب كده كاف بيساوي ثافحة ساوي ثلاثة ثه عندي بكامر هي الكسافة بتاعت الزئبك 13.6 من 10 في الحجم اللي هو 50 هديني 680 وحدة قياس الكتلة جرام وحدة قياس الكتلة إيه؟ الجرام تمام؟ برضو تعتبر مسألة سهلة جدا جدا وتطبيق مباشر تعالوا هنشوف مع بعض المسألة التالتة المسألة التالتة بتقول لي إيه؟ احسب حجم القطعة من المعدن كتلتها 200 جرام ألما بأن كسافتها 50 جرام لكل سنتيمتر مكعب تعالوا نشوف كده الكتلة 200 جرام الكسافة 50 جرام لكل سنتيمتر مكعب وهن عايز الحجم نفس القصة هكتب قانون الكسافة تمام؟ يبقى إزاً عندي الكسافة هتساوي الكتلة على الحجم وعمل المثلس الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم هنا عايز إيه؟ عايز الحجم يبقى حط إيدي على الحجم يبقى الحجم هتساوي الكتلة على الكسافة تمام؟ يبقى هتساوي كاف على ذه يبقى إزاً كاف عندي هو الدهالي في المسألة 200 جرام هي وانا ملخصها والحجم والكسافة 50 جرام يبقى 200 على 50 يقسمها بالآلة الحزبة وزي ما قلتلكوا قبل كده إن الآلة الحزبة بناخدها معانا في الامتحان عادي جداً يبقى 200 على 50 هتساوي أربعة سنتيمتر مكعب يبقى إحنا كده خدنا مع بعض المسألة الأولى نجيب بيها الكسافة المسألة الثانية جيبنا الكتلة المسألة الثالثة نجيب بيها الحجم قطعة معدنية قطلتها 5 جرام وحجمها 10 سنتيمتر مكعب بيقولي احسب كسافة هذه القطعة يبقى عايز أول حاجة الكسافة هو مدينا كتلة ومدينا حجم يبقى حل مباشر بعد كده سألني قال لي هل تغوص القطعة المعدنية أم تطفو عند وضعها في الماء ولماذا؟ يعني هل هتغوص في الماء ولا هتطفو في الماء؟ ونفسر ده ليه؟ ألما بأن كسافة الماء 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب تعالوا هنشوف مع بعض طبعا هنلخص المسألة زي ما قلنا وقال لي كتلتها 25 جرام والحجم 10 سنتيمتر مكعب وعايز الكسافة برضو سؤال على الكسافة الكسافة هتساوي الكتلة على الحجم وأعملي المسلس ثه بثو كاف على ه يبقى إذن ثه بثو كاف على ه ليه الكتلة كانت كام 25 والحجم 10 يبقى إذن 25 على 10 قدينا 2.5 جرام لكل سنتيمتر مكعب طيب 2.5 جرام دي كسافة القطعة المعدنية وكسافة الماء كام قال لي 1 جرام مين الأكتر؟ كسافة القطعة المعدنية يبقى إذن القطعة المعدنية تغوص في الماء علل لأن كسافتها أكبر من كسافة الماء تمام كده؟ طب تعالوا نشوف نوع تاني من المسائل مغبار مدرج به 100 سنتيمتر مكعب من سائل تمام؟ المغبار المدرج احنا عارفين أنه ممكن يقس لحجوم السوائل طب أنا حطيت السائل في المغبار طب علىav 5 سينتي متر مكعب يبقى إذن حجم هذا المكعب كام 100 سنتيمتر حجم هذا الأسفى حجم هذا السائل كام 100 سنتيمتر مكعب بين السائل كسافته 8 من 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب يبقى إذن اللي ساكل مغباره كان 8 من 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب احسب عايز يحسب بقى قتلة هذا السائل رقم ألف أجيب قتلة هذا السائل تاني حاجة عايز حجم أربعة جرام من هذا السائل تعالوا نشوف أول طلب عايز القتلة وهو مدينا الحجم ومدينا الكسافة تمامي بقى إذن هكتب قانون الكسافة برافو عليكم قانون الكسافة بيقول لي إيه الكسافة هتساوي الكتلة على الحجم واعمل المسلس الكسافة بتساوي الكتلة على الحجم هو عايز إيه عايز الكتلة يبقى إذن الكتلة هتساوي الكسافة في الحجم يبقى إذن كاف هتساوي الثهر في حه كسافة كام؟ مدها لتمانية من عشرة جرام لكل سنتيمتر مكعب والحجم الدهالي ميت سنتيمتر مكعب يبقى تمانية من عشرة في مية هتساوي تمانين جرام يبقى قتلة هذا السائل تمانين جرام طب رقم به بيقول لي عايز حجم أربعة جرام من هذا السائل طب تعالوا نشوف القانون لو أنا عايز الحجم يبقى اسم كتلة على كثافة تمام؟ هو مديني الكتلة أربعة جرام طب والكثافة كامدة مدهاش لي لا ناخد بالنا مش هو نفس السائل؟ آه نفس السائل يبقى نفس الكثافة بتاعته اللي هي تمانية من عشرة جرام لكل سنتيمتر مكعب الكثافة صفة مميزة للمادة يعني الكثافة السبتة للمادة الواحدة طول ما المادة دي نقية تمام؟ يبقى تعالوا نشوف رقم به الكتلة هو مدهالي أربعة جرام والكثافة عندي هو مدهالي في المسألة تمانية من عشرة جرام لكل سنتيمتر مكعب تمام؟ يبقى إزن الحجم هيزل الكتلة على الكثافة يبقى الأربعة على التمانية من عشرة أضرب فوق فعشرة وتحت فعشرة يبقى أربعين على تمانية هسوي خمسة سنتيمتر مكعب أو تعملها الآلة الحسب على طول أربعة على تمانية من عشرة هتلعلك برضو خمسة سنتيمتر مكعب تمام؟ طيب تعالوا نشوف المسألة الثانية رقم ستة في تجربة لتعيين كثافة الجليسرين سجلت النتائج التالية قتلة المغبار فارغ أربعة وعشرين جرام يعني جبت مغبار كده فارغ أهو ووزنته طلعلي كام أربعة وعشرين جرام وقتلة المغبار وبه الجليسرين هسوي أربعة وثلاثين وتمانية من مية جرام يبقى قتلة المغبار فارغ أربعة وعشرين جرام كتلة المغبار والجليسرين 34.8% 34.8% إيه؟ جرهة تمام؟ بيقول لي بقى حجم الجليسرين بالمغبار 8 سنتيمتر مكعب يبقى هو مديني كتلتين ومديني حجم الجليسرين يقول لي احسب كسافة الجليسرين أسأل نفسي السؤال ده على أنهي قانون على قانون الكسافة هقول كده الكسافة تساوي الكتلة على الحجم طب أنا عندي الحجم بس ما عنديش الكتلة ده أنا لسه هجيب كتلة الجليسرين طب هجيبها إزاي؟ كتلة الجليسرين هتساوي كتلة المغبار وبيه الجليسرين ناقص كتلة المغبار فارغ يبقى أنا هطرح كتلة المغبار والجليسرين مع بعض ناقص كتلة المغبار فارغ هيطلع لي كتلة مين؟ الجليسرين زي ما انت مثلا هشتير كراسة وقلم قال لك الكراسة الوحدة باتنين جنيه بعدين قلت له طبعا عايز قلم كمان قال لك يبقى الحساب تلاتة جنيه يبقى تماما الالم كام تلاتة ناقص الاتنين هيسوي جنيه واحد طيب نفس القصة كتلة الجليسرين هساوي كتلة المغبار والجليسرين ناقص كتلة المغبار فارغ 34 و 8 من 100 ناقص ال 24 سيطلع لي 10 و 8 من 100 جرام خلاص انا هو عايز الكسافة الكتلة انا جبتها له وهو مديني الحجم سيما انتم شايفين جليه 8 سنتيمتر مكعب تعاولي يبقى نطبق قانون الكسافة يبقى ازا الكسافة هساوي الكتلة على الحجم هساوي 10 و 8 من 100 على 8 هساوي 1 و 26 من 100 جرام لكل سنتيمتر مكعب ازا المسألة ده نوع تاني من المسائل ناخد بالنا منها كويس جدا تمام؟ تعا نشوف نوع كمان سلسلة معدنية كتلتها 78 جرام تمام؟ يبقى ازا الكتلة 78 جرام غمرت في مغبار مدرج به ماء حتى 50 سنتيمتر مكعب يعني مغبار مدرج زي ما احنا رسمها ليكو كده وملخصها المسألة حطينا فيه مية فيها خمسين حجمها كان خمسين سنتيمتر مكعب طيب لما حطينا سلسلة جوه المية المية ده افضل هي والسلسلة نفس الحجم خمسين لا طبعا الماء هيزيد او حجم الماء والسلسلة هيزيد عن حجم الماء فقط هيزيد ايه؟ هيزيد بقد حجم السلسلة يعني حجم الماء بس خمسين سنتيمتر مكعب لما حطيت السلسلة ارتفع الماء بقى 63 سنتيمتر مكعب تمام؟ فارتفع سطح الماء الى 63 سنتيمتر عايز احسب اول حاجة حجم السلسلة تاني حاجة كسافة السلسلة طيب تمام؟ انا عندي حجم السلسلة هتساوي حجم الماء والسلسلة ناقص حجم الماء فقط هي تمام؟ هدي حجم الماء والسلسلة 63 وحجم الماء بس 50 يبقى إذن 63 ناقص 50 هسوي 13 سنتيمتر مكعب وده المطلوب الأولاني المطلوب الثاني بيقولي عايز كسافة السلسلة قانون بتاعي الكسافة هسوي الكتلة على الحجم ده بتسوي كاف على ح يبقى الكسافة هتسوي الكتلة على الحجم الكتلة عندي كام؟ 78 عرفناها إزاي؟ دهلنا في المسألة إيه؟ كتلتها 78 جرام تمام؟ والحجم إحنا طلعناها 13 سنتيمتر مكعب يبقى 78 على 13 هسوي 6 جرام لكل سنتيمتر مكعب ده طبعا المطلوب الثاني تمام؟ يبقى هنا كان مدينا حجمين؟ حجم الماء بس وحجم الماء وسلسلة لفكرة المسألة هنا إن أنا هقدر أجيب حجم السلسلة اللي هيسوي حجم الماء وسلسلة ناقص حجم الماء فقط تعالوا نشوف نوع كمان في تجربة لتعيين كسافة الماء كانت كتلة الماء كان 110 جرام وحجمه 105 طب سهلة جدا مديني القتلة ومديني الحجم يبقى احسب كسافة الماء تمام؟ يبقى إذن الكتلة عندي 110 جرام الحجم 105 سنتيمتر مكعب وعايز الكسافة يلا أقولولي القانون الكسافة تساوي الكتلة على الحجم تمام؟ برافو عليكم يبقى إذن ثه بساوي كاف على ح يبقى إذن ثه بساوي 110 على 105 هساوي 1.47 من ألف جرام لكل سنتيمتر مكعب اسألني بقى المطلوب رقم به بيقولي هل يعتبر هذا الماء نقي أم ملوس؟ علما بأن الماء النقي كسافته 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب طب أنا طلعته كام؟ طلعته 41.47 من ألف جرام لكل سنتيمتر مكعب طبعا فيعتبر الماء ملوس لأن كسافته تغيرت والكسافة الصفة مميزة للمادة وعند تغيرها تعتبر هذه المادة غير نقية والماء النقي كام؟ 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب لكن طلع لي في المسألة 41.47 من ألف جرام لكل سنتيمتر مكعب عشان كده قلنا إن الماء ملوس طبعا بيجي لنا سؤال علل إن علل تستخدم الكسافة في الكشف عن الغش التجاري الإجابة برضو لأن الكسافة صفة مميزة للمادة لا تتغير وعند تغيرها تعتبر هذه المادة غير نقية أو ذات جودة رضيئة طب تعالوا نكمل مع بعض المسائل بتاعة الكسافة مسألة رقم 9 مسألة دي مسألة جميلة جدا جدا وسهلة برضو بيجي لنا فيها رسمة زي دي تعالوا بيقولي من الشكل المقابل أول ما يقولي من الشكل المقابل قبل ما أرى بقيت الأسئلة أبص على الشكل وأشوف أستنتج إيه؟ أديني مغبار مدرق في مية إرية المغبار 20 سنتيمتر مكعب أستنتج إيه من هنا؟ أستنتج إن حجم الماء فقط 20 سنتيمتر مكعب طيب لما حطت السلسلة في الماء تمام؟ أو حطت شريط الألمونيوم هنا المسألة على شريط الألمونيوم لما حطت شريط الألمونيوم في المية طبعا حجم الماء زيت بقد حجم شريط الألمونيوم حجم المية والألمونيوم كام؟ 40 سنتيمتر مكعب يبقى هل هقدر من هنا إن أنا أجيب حجم شريط الألمونيوم فقط؟ آه زي المسألة القبلة كده حجم شريط الألمونيوم هيساوي حجم شريط الألمونيوم والماء نقص حجم الماء فقط بصوا أول سؤال قال لي إيه؟ ما حجم شريط الألمونيوم؟ طب تعالوا بحل آدي أول حاجة حجم شريط الألمونيوم هيساوي حجم الماء وشريط الألمونيوم نقص حجم الماء فقط هتساوي 40 ناقص 20 هتساوي 20 سنتيمتر مكعب يبقى أنا كده جبت حجم شريط الألمونيوم تعالوا نشوف المطلوب الثاني احسب كسافة الألمونيوم إذا كانت كتلة الشريط 54 جرام سهلة جداً الكتلة 54 وأنا لسا جايبة الحجم أهو 20 سنتيمتر مكعب إذن الكسافة القانون أكتبه في الأول بيساوي الكتلة على الحجم سه بيساوي كاف علىها إذن الكسافة هساوي الكتلة على الحجم الكتلة هو مدهالي 54 والحجم أنا لسا مطلعه هو حزبه 20 يبقى 54 على 20 هتساوي 2.7 من 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب بصوا هنا طبعاً كسافة شريط الألمونيوم أكبر من كسافة الماء فيغوص في الماء لكن جالي سؤال تاني بقى بيقولي إذا استبدل الماء بالزقبك يعني أنا شلت الماء وحطت زقبك وبعدين حطت فيه شريط الألمونيوم فهل يغوص شريط الألمونيوم فيه أم يطفو يا ترى إيه اللي هيحصل لشريط الألمونيوم مع التفسير علماً بأن كسافة الزقبك 13.6 من 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب كسافة الزقبك عالية جداً جداً طب تعالوا نشوف طبعاً شريط الألمونيوم كسافته كام 2.7 من 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب طيب والزقبك 13.6 من 10 آه ده الزقبك كسافته أكتر من كسافة شريط الألمونيوم يبقى إذاً شريط الألمونيوم يطفو على سطح الزقبك لأنه هو اللي كسافته أقل لأن كسافة شريط الألمونيوم 2.7 جرام لكل سنتيمتر مكعب ويتعتبر أقل من كسافة الزقبك اللي بديه لي في المسألة كان 13.6 جرام لكل سنتيمتر مكعب أتمنى أن درسي النهاردة تكونوا فمتوه كويس جدا جدا وفهمتوا حل المسائل وإزاي بنحلها أهم حاجة عندي زي ما قلتلكم طريق حل أي مسألة خمس خطوات أول حاجة هقر المسألة جدا جدا ثاني حاجة ألخص المسألة ثالث حاجة تأكد من وحدات القياس مظبوطة رابع حاجة أن أنا بكتب القانون الأصلي بتاع المسائل وبعد ما أكتب القانون الأصلي رقم خمسة أن أنا أبدأ أفكر في الحل خلي بالكم أحيانا مثلا يطلب مني الكتلة واحد يقول لي ده قانون الكتلة لا ده مش اسمه قانون كتلة اسمه قانون الكسافة بيسوي القتلة على الحجم الكسافة قانونها ممكن من خلاله أجيب قتلة جسم وأجيب حجم جسم لكن القانون الأصلي بتاعي اسمه قانون الكسافة طبعا أي سؤال أنتو محتاجينه اكتبهوا لي في الكومنتز وأنا هرد عليكم إن شاء الله واللي ما اشتركش في القناة يلحق يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ومشكرا لكم جدا والمتابعتكم مع تحياتي مصر اندا حسن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة